السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير في كل مكان تقبل الله طاعاتكم ورمضان كريم نكمل إن شاء الله موضوع دوزيج فورم ديزاين وأرجو أنه يعني ما تأخرت على طلبتي المهم الآن وصلنا للفارمسيتيكال أديتبز خذناه بالمحاضرة السابقة وعرفناه فأحنا راح نعيد التعريف البسيط اللي يخلني نقول بأبسط ما يكون يبين شنو الفارمسيتيكال أديتبز هو شنو هو every component dosage form except API يعني أي واحد ما ينطي ما ينطي فارمكولوجيكال أكتيفتي هو أديتب أو إكسيليت راح نأخذ أمثلة بهذه الجايات دني كلهن راح كل واحد نأخذ عليه فكرة زائدا نعدد خنقول الإكسامبل سلي عليه فأكو أشياء مرة عليكم أكو أشياء ما مرة عليكم رجاءا دني حفظ دني حفظ لأن احتمال كبير أنه يجع عليهم سيلكشن دنيت الحفظ كل مذني يعني كل الأمثلة لني حفظ نجي هسا أول واحد هو الأسيديفاينج ايجنت يعني مادة تزيد الحموضة تقلل البي أتش تقلل البي أتش يوز فلذلك ما يحتاج نتوقف يومي مرة أحتاج هم كذلك للي البرودكت استابولتي البرودكت مالتي ما يصير استيبل إلا بالكلاين يعني بي أتش مرتفع بي أتش مرتفع فنضيف الكالي نايزينج أي جنت فمثليش كل شي أمونيوم كل شي أمونية فلي قدام ذلك نتحفظ أمونيوس أمونيوم كاربونية داي أثل أمين أمين مونو أثل أمين بوتاسيوم هيدروكسايد كي أو أتش خوة هذا معروف ما يرادله صوديوم باي كاربونية كلنا ندري أنه هو يرفع البي أتش صوديوم بوريت البوريك أسد هو حامض بس صوديوم بوريت هو شنو قاعدة كاربونيك أسد هو حامض صوديوم كاربونية قاعدة صوديوم هيدروكسايد هذا هو أبوهن أنا أنا نعبر على الأدزوربان أنا ليش أطمع الدي أطلح أنا أنا أتعمد على مد تبقى في بالك أدزوربان an agent capable of holding other molecule on its surface by physical أو chemical زين اللي سمونا كيموسوربشن طيب هذا كيموسوربشن مين شن الأمثلة اللي عليه بودر سليلوز وأكتبيت شاركول خلص أكو مرات أديتبز أستخدمها بالأيروزول كضواغط ضواغط هذا الني هنا بروبيل بواغط فأيروزول بروبيل agent responsible for developing pressure within aerosolic container هو المسؤول عن شنو مسؤول عن developing of pressure هو يولد الضغط على مود يلطي البخة شايف هذا البخاخر من تولين من دوسه ويطلع من عنده البخة هذي من المسؤول اللي يطلع الضغط هو مادة اسمها بروبيل لنت هذي هي مسؤولة عن توليد الضغط و إخراج بس إخراج شنون بسق إخراج يعني معه ويا بخة أنواعه شنو ممكن يكون غاز كاربون دايوكسايد وممكن يكون فريون سامعين بالفريون نفس الفريون اللي نستخدم بهم بالثلاجات وبالمجمدات بالأجهزة التبريد فممكن يكون هو عادة يكون الكان شوف تكون ميثان إيثان ميثان حتى لا تنسى ويا شنو ويا متلز فدا erei كلورو داي فلورو ميثان داي كلورو داي فلورو ميثان أو داي كلورو تترا فلورو إيثان يعني بذرتين كلور وأربعة فلور وهو إيثان أو تراي كلورو مونو فلورو ميثان ذن الأمثلة فسألوا بتسألني ذن هنه يستخدم لا ما يستخدم الحاليا ليش لأن الكلور هذا هو ضاغط كلش قوي بس وجود الكلور لاحظوا أنه يثقب طبقة الأوزون ستقول لي شين علاقة هاي بهاي أقول لك هذن البخاخات من نستخدمين هذا الضاغط اللي هو يحتوي على الكلور هذا الكلور يصعد للأعلى للطبقات الجو العليا يتفاعل مع طبقة الأوزون ويحلل طبقة الأوزون فصارت تكون اتفاقية اسمها اتفاقية مونتريال اتفاقية مونتريال منعت أي بروبيللنت يحتوي على الكلور لذلك هسا كل هن الأغلب اللي موجودات هن فلورو وألكان وتشوفون التو سامعين يمكن سامعي يقل لك هاي الثلاجة هاي السيارة اللي يعرفون مثلا هاي السيارة غازها 12 أو هاي سيارة غازها 134 أو هسا جاي يمكن أكو غاز جديد اللي هو 4,321 يمكن هو هذا الجاي الجديد هسواء السيارات الحديثة المهم كله مشهول من عنده الكلور فبصورة عامة يأما يكون كاربون دايوكسايد غاز مضبوط يأما يكون الكان وبي مربوطة بكلور أو فلور والكلور نحذف نكمل Air Displacement Agent يعني شنو يعني فد مادة نضيفها حتى نحذف نوخر الهواء Employed to Displace Air In Hermetically Sailed Container To Enhance Product Stability يعني بالكونتينر نسحب من عنده نسحب منه الهواء يطلع لي بره ونعوض بمكانة شنو نعوض بمكانة نيتروجين نعوض بمكانة Carbon Dioxide وهنا ذني Inner Gas حتى نمنع Oxidation نجي على Anti-Fungal Preservative أو هو Preservative بصورة عامة لPreservative بصورة عامة Use in liquid and semi-solid preparation to prevent the growth of fungi Effectiveness of Barabene هو عادة أشهر واحد هو الBarabene فالBarabene is greatly enhanced by use of combination with ذني هن الأنواع Beauty Barabene Ethyl Barabene Methyl Barabene ذني كل هن أنواع الBarabene وكل الBarabene ذني لو تستخدم 2 أو 3 سوية كل ما يصير أقوى طيب وبروبي الBarabene هم من جماعته Benzowic Acid هذا Preservative Sodium Benzowate مشتق من البنzowic Acid Sodium Propionate هم كذلك إلى Preservative Activity ولو تتذكرون ولو تتذكرون سابقا جنا نستخدم البروبيونic Acid بمن نستخدم البروبيونic Acid بالتعقيم تعقيم الأسطح بالSteralization أخذناه بالمرحلة الرابعة نكمل بعد Antimicrobial Preservative used in liquid and semi-solid preparation to prevent growth of microorganisms اللي يقصد بيها هنا بكتيريا بكتيريا مثل من؟ مثل Benzalconium Chloride وهس نروح على أي قطرة عيون تلقى بيها تلقى بيها Benzalconium Chloride تعرف أن هذا Preservative فعندي دني كلهن حاسبيهن على Antifungal Preservative والBenzalconium حاسبه هنا بالمنهج على شنو على البكتيريا بالزيار بعد من ال-Additives ال-Antioxidant مبين من اسمه used to prevent deterioration of preparation by oxidation أمثلة المشهورة ascorbic acid اللي هو فيتامين C ascorbyl بالمتات يعني هو نفس ال-ascorbic acid وحطانا بيه بالمتات نين بيوتيلات هيدروكسي إنوسيتول أو إنوسول المهم هذا هم ينحفظ لأن يكون هنا preservatives العفو Antioxidant سوري بعد انضيف buffering agent ومن اسمه buffering agent used to resist change in pH upon dilution or addition of acid or alkaline يعني هو يحافظ على pH ال-pH راح شبيه راح يبقى مقاوم لا يسعد ولا ينزل مثل من بوتاسيوم بوتاسيوم متافوسفيت بوتاسيوم فوسفيت منو بيسيك سوديوم أسيتيت سوديوم سيتريت انهايدرس انهايدرات بوتاسيوم سيتريت يعني المهم نجي بعد على ال-chelating agent كلها ما نرا عليكم substance that forms stable water soluble complex اللي هو ال-chelates هذه with metal used in some liquid pharmaceutical as a stabilizer شنو شغلة stabilizer to complex heavy metals that might promote instability in such use they are also called العفو الى اسم ثاني اللي هو sequestering agent sequestering agent مثل من هو ال-edta تعرفون ال-edta ال-ethylene diamine tetra acetic acid ف ال-editic acid و ال-editate disodium أو يسمونه disodium editate يقدم هذا على هذا المهم هذا chelating agent لا تنسى شوفوا بابا هي من أصعب المحاضرة مو أصعب يعني للأستاذ كل الصعب لأنه يعني شا سوي لا هي بها تفهيم وفهمك لا هي بها مثلا وإنما هي لازم تنحفظ بس أنا جاء يقرب لك الفكرة والكلمات من تسمعها قد ترسخ في بالك يعني تفيدك أحسن مما قد تقراها وتصير صعبة عليها نجي على ال-calorant فتشوفون مثلا أنا دمشي عليها بسرعة وبدون ما خلي نقول يعني بدون ما أتوقف بها وأشرح لأن هي هذا السبب نجي هسا على ال-calorant يعني المواد الملونة used to impart color to liquid and solid tablet capsule ال-preparation مثلي اش f-d-n-c f-d-n-c شنو معنى f-d-n-c شوفوا food يرمز ال-f هي food وال-d هي drag وال-c هي شنو هي cosmetic فمن تكون f-d-n-c معناها أنه هذا اللون يرهم food يرهم drag يرهم cosmetic يعني معناها أمين جدا فمرات يصير f and عفوا مرات تلقى d-n-c شنو معناها d-n-c سوري d-n-c معناها أنه يرهم drag يرهم cosmetic بس food ما يرهم لأن أمانة أقل فالمهم الألوان هي تشي يعبر عنها f-d-n-c red يعني لونه أحمر number three الدائما الألوان لها أرقام واللي شايفين مثلا راح للصناع وشايف أنه دائما سيارات يجي شيك على الرقام هذا يلي يطابق اللون f-d-n-c red number 20 هذا هم لون أحمر بالتدريجة مختلفة الكراميل ينطلون الكراميل فرك أوكسايد الزنجار اللي هو أكاسيد الحديد أكاسيد الحديد كل أكسدة الهلون ممكن أنتو هسلا تذكرون يعني خلي شوف الأكاسيد الحديد تشوف مرة تلقى أخضر مرة تلقى جوزي بني مرة تلقى أحمر هذا الزنجار إذا عندك مثلا فالحديدة مزنجرة مرة تلقاها خضرة خاصة إذا بالمي إذا بالمي يصير الزنجار أخضر أما إذا بالهواء مباشرة يصير أحمر فأكاسيد الحديد نستخدمها دائما كملونات كمل flavorant اللي ينطي flavor used to impart pleasant flavor and oven odor to preparation in addition to natural flavorant listed many synthetic ones are used طيب هذي الطعوم كلها إنت تخيل أصفن بينك بين الطعوم الموجودة بالصيدرية هنا كلها مثلا أنس أويل سينمون أويل كوكا أويل منثول أويل أورنج أويل peppermint أويل كل هن ذني هي أويل ناخذها بنظر الاعتبار هذا كل هن ينطن flavoring agent ينطن odor طيب humectant humectant يعني معناها مرتبات مرتبات يعني to prevent drying of a preparation particularly بالointment والكريم نضيف ال humectant when بالointment وبالكريم هذا هو مرتبات humectants مثلي 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 glycerine propylene glycol وسorbitol من تجي تباوى على استراكشار مالتا دائما يصير عبارة عن درات كاربون كثيرة وبيها OH يجي الماء هنا يختل يجي الماء هنا يختل فما يجف لذلك هنه مرتبات حف نكمل sweetening agent نبين من اسمه to impart sweetness to preparation أمثلة أمثلة علي اسبارتام ديكستروز غليسيرين منتول سكارين سوديوم أو يسمونه سوديوم سكارين سوربيتول سكاروز دني كل هن شنو sweeteners نجي على التابلت anti-adherent وأني معرف يعني حقيقة بالمنهج هو من مرتبهن بهاي الآلية يعني وفق آية آلية مختار هن معرف وفق يعني حقيقة يعني هذا أنا مستغربة يعني لا مثلا لا قايل هن التابلت ولا هن اوينتمنت ولا هن سيروب يعني جايات هن كأن سلكشن لأن أكيد أنتم قارين بالملزمة الرئيسية وما أريد تتغير عليكم تسلسل شنو تسلسل المادة زيان أي تسلسل المادة لأنه ببساطة الموضوع ممكن أنه ممكن يعني يعني تشغلك أو يعني كأنما سير عندك مسماجيك فنكمل نجتيجي هسا انت sweetener ورأسا وراء تابلت anti-adherent المهم anti-adherent هو prevent tablet from sticking to bunch and die احنا موعدنا بنش وعدنا داي نحرف نحن بالكورس الأول فنستخدم anti-adherent ياهو أشهر واحد وأكثر واحد مشهور ونستخدم هو الماغنيسيوم ستياريت بالتابلت تابلت تحتاج بايندرس يعني شنو مادة رابطة تربط المكونات الحبة حتى نسويها قوية فهي شنو البايندرس هي سابستانس شبيهة هي سابستانس يوز تكوز ادهيجن أو باودر بارتكل ان تابلت تقرانيوليشن وبعد تنطيها هاي الصلابة اللي نحتاج مثلي اش خدناها نذن كل نماغذيهم بالكورس الأول اكيش الجينيك أسد اللي هي الثعلبية اللي يحطوها للموطة كاربوكسي مثل كاربوكسي مثل سيلولوز صوديوم اللي هو يعبرون عنه CMC صوديوم هذا CMC يحتمال يجي مختصر CMC والجيلاتين طيب تابليت اند كبسول ديليونت يعني مادة لا تطي لا تطي ربط لا تطي طعم لا تطي كذات شنو شغلها شغلها ديليونت بس تكبر حجم الكبسولة تكبر حجم الحباية حتى تنشال بالإيد مثلا امطيك مثال حباية ديجوكسين مثلا لا الوارفارين الوارفارين هو قد القوة مالت 1 ميلي جرام لو تجي على 1 ميلي جرام تجي تجي هاي 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 طيب يقدر يشيل المريض بإيده يقدر أسوي حباية لازم أكبرها حجمها كبير بحيث يكون معقول يقدر يلزم ويبلح ها مثلا عندنا بعض الهرمونات أو بعض هذه عدنا 0.6 ملي جرام أو وعندنا الثاروسين القوة مالت 50 مايكرو جرام مايكرو فال50 و100 مايكرو جرام و150 مايكرو جرام ذني الخمسين والمئة والمئة وخمسين مايكروغرام ذني شبيهن ذني كلهن صغيرة فأنا لازم أكبر الحجم مالته أمثل عليها داي بايسيك كالسيوم فوسفيت اللي اسمه تجاري اسمه إم كومبراس واحد كاولين كاولين طين لاكتوز أشهر واحد هو بالفلارات هو اللاكتوز أشهر واحد مايكروكريستالان سليلوز وين أخدناها قبل شوية؟ مايكروكريستالان سليلوز عرفوا أنا غلطت يحتاطي التأثير الصيام المهم باوضرد سليلوز بريسبيديت الكالسيوم كاربونيت صوربيتول وستارتش بينما نستارش احنا خدناه قبل شوية كبايندر هاي ما نسيتها اذذكرا خدناه كبايندر هو استارش ممكن يستخدم كبايندر ظهر مثل عليه السيامان طيب Tablet coating agent Tablet coating agent سوي coating Use to coat tablets ليش احنا نسوي coating للتابلت To protect against decomposition by atmospheric oxygen or humidity واحد To provide desired release pattern نحنا ليش نسوي coating of tablets Protection against decomposition by atmospheric oxygen or humidity حتى احميها من الجأجواء من الoxygen من الhumidity بعد ممكن انا اريد فتريليز باترن يعني شن ريليز باترن يعني انا اريدها تنفرز بطريقة معينة شلو انا اقدر اسيطر على هذا الريليز اسويها controlled release عن طريق الcoating طعمها مطيب ريحتها مطيبة اغطيها aesthetic purposes يعني شنو يعني اسباب جمالية يعني تجي الحباية تجيني مبقعة بها مبقعة لانه مواني بخلي ادتف و بخلي اكتف كل واحدة بلون تجيني مبقعة فاني هي فعاليتها ممتازة ما بيشي لكن هي مبقعة فاني شا سوي اضربها كوت وطيها لون تطلع شكلها حلو طيب الcoating low sugar low film كذا تعلمنا ونعرف عنه لون سويه هو طبقة covering around the tablet thick covering around the tablet اللي هو low sugar low film يعني هاي اللي اور ما اعرف شنو ليش وجوده هنا عموما الشugar coated اخذناه كله بالخامس ماكو داعي بالكورس الاول خاصة ان احنا طلابنا الكفيل يعني سويتهم professional بيها sugar coated tablet generally start to break up in the stomach هذا منو sugar coated sugar coated tablet شبيه start to break up in the stomach film forms a thin cover around the form tablet or bead unless it's in trick thin dissolve in the stomach شوفو خلي اخصوم الكم اياها اللي ما فاهما الcoating الcoating يكون الcoating يكون على قسمين يأما يكون sugar يأما يكون شنو film الفيلم هذا الفيلم يأما يكون عادي يعني خلينا نقول فيلم عادي يعني ما شو سمي ما نسميه بس هو نور انتريك 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 شنو هذا الانتريك يعني معناها انه الطبقة اللي يخليها عالية ما الذوب بالوسط الحامضي يعني شنو ما الذوب بالمعدة وانما الذوب وين بالامعاء هذا الانتريك coating اللي هو مو انتريك ما عادها انتريك بروبرتيز الفيلم والشقر اثنين هن يذوبا بالمعدة فحتى نفهم انه الcoating الشقر والفيلم اللي ما عنده انتريك بروبرتيز احنا شون نخلي بي انتريك بروبرتيز نستخدم للبوليمرات اللي ما الذوب بالحامض فمن يطوب للمعدة ما يذوب مثل يش احنا اشهر واحد بها والاسبرين فالآن الشقر يذوب بالمعدة ويتحلل ويذوب بالمعدة والتحباية والفيلم اللي ما بي انتريك احنا ما نسميه نورمال ما كش اسمه نورمال بس اللي ما بي انتريك بروبرتيز هم كذلك بالمعدة نجع عليما على الانتريك هو هو ليش فالتاسب بساطة هو معبر لك على انه يعبر المعدة ويروح للمعة ليش لان مستخدم لاثر سيلولوز اللي هو water insoluble coating material فالبوليمر هذا شبي يذوب بالبي اتش العالي لكن لا يذوب بالبي اتش المنخفض فمعناها مين يطب للمعدة يروح يلقى بي اتش منخفض ما يذوب يعبر المن يعبر للمعة يلقى بي اتش عالي يذوب وهو المطلوب طيب شقر كوتينج نستخدم لسكاروز نستخدم لليكويد جلوكوز الفلم كوتينج نستخدم لهذه البوليمرات اللي حدثنا عنها قبل شوية اللي هو الهايدروكسي اثل سيلولوز هيدروكسي بروبيل سيلولوز هيدروكسي بروبيل مثل سيلولوز اللي يعبرون هذا مشهور بانه هذا ممكن يجيكوه هيكو مصطلح طيب واللي هو واكو مثل سيلولوز اللي هو الميثو سيل اسمه او الاثل سيلولوز يسمونه ايثو سيل ميثو سيل و ايثو سيل ودائما بالامتحانات يحبون عادة شنو الاسماء الرديفة اللي ببالك دائما الاسماء الرديفة يأكدون عليها انت هم أكد عليها انا هسا هنا اريد استثمر لهذا الوقت اريد اقول لكم بانه يعني انا عندي عندي قناة واحدة قناة بالتليجرام واحدة والرابط مالتا رح تلقو موجود به وصف هذا الفيديو وصف كل الفيديوهات هي اللي اعتمدوها هاي الملاحظة الاولى الملاحظة الثانية هواي طلاب يسألوني هل انه انا مسوي م سي كيو لو لا اقول لك انا لا مسوي م سي كيو ولا اشجع علي من على الام سي كيو ولا تقرون ام سي كيو يعني اسمعني لا تقرأ ام سي كيو لا تسوي ام سي كيو اقرأ منهج نفسه لانه الام سي كيو يحدد دماغك يحدد يحدد طريقة تفكيرك بينما قراءة المات يسويك يسويك شامل وتقدر تجاؤه بالاسئلة من اي مكان هاي نقطة الام سي كيو اغلب اللي موجود انا ما مسوي ام سي كيو نهائيا ولا اشجع عليها ما قلت لكم بس اغلب اللي موجود مسوينا بالشات جي بي تي او بالاوبين اي 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 او مسوينا بالجيميني يعني بالارتفيشال انتليجنس وهذا الارتفيشال انتليجنس ما يلم بالموضوع بصورة صحيحة ويجيب لك خيارات قد تكون صعبة او بعيدة تشككت بقدراتك فرجاء رجاء انتبهوا ليهيجي مسألة الصياغة اللي صيخها الاستاذ غير الصياغة اللي صيخها الطالب او الصياغة اللي صيخها الذكاء الصناعي نكمل انتلك قلنا هاي الامثلة علية شلاك وسيلولوز أسيتيت الثاليات واللي قلنا اللي قد دعم مثل سيلولوز ويياهن خلي بالبالك لا تنسى عدنا مادة اسمها Opacifying Agent او يعني مواد معتمة Coating Opacifying يعني شنو معتمة شايفين انتو الزجاج ببعض الأحيان هو زجاج نفسه مرة يعبر الضوة وتقدر تشوف من خلاله ومرة يعبر الضوة بس ما تقدر تشوف من خلاله يقولون عليها معتمة فشنضيف نضيف مادة Opacifying Agent مثل من أشهر واحد بهن هو التيتانيوم دايوكساد بعد Polishing Agent حبايا مرات نسوي لها polish حالما تصير لماعة used to impart attractive sheen to coat التابلت اكيد راح نبمن نسوي لماعة بمن بالواكس احنا من اللي نسوي polish للسيارة بمن ونجيب الشمع اللي هي المواد الشمعية نخليها في يأما carnauba wax أو white wax نجيب واكس نجيب نجيب على salts and taste both cation and anion شن يعني cation and anion يعني هسه هذا positive وهذا negative واحد cation واحد anion هذا واحد cation هذا anion وهذا cation هذا anion وهذا cation فاعتماد على المكونات هذا anion وهذا cation فنخلي القاعدة الاولى شو تقول تقول not all salts are salty but their taste is function of both cation and anion ناخذ امثلة nacl هو ملح لكن طعمه مالح kcl ما ادري هسه شنو طعمه ما ضايقه هذا الامونيوم مكلورايد ملح لكن ما عرف طعمه هسه نحن نجيب sodium bromide kbr خلي نجي هنا رح نجي على التفاصيل مالته نحن جانا نتحدث عن الاملاح والطعم امونيوم give bitter taste and salty sensation املاح الامونيوم شبيه تطيني طعم مر وبي salty sensation انه يشعر انه مالح البوتاسيوم ايودايد مهم والماغنيسيوم صالفاتي اللي هو الipsum salt يسمونه الملح الانجليزي من يذكر هذا الملح الانجليزي وين ما رعلي انا وين اكو مسلسل مسلسل تاريخي جميل من مدل كم جزء عشر جزاء او اكثر اي فديوم من الايام اكو موثل شخصية اسمها ابو غالب اجا ابو غالب خلى خلى ملح الانجليزي بيمن بالعجين مالته ابو مدري اهو هذا الخباز صار صارت عد الناس كلها صار عدها اسهال في القلة جايب ملح انجليزي ملح انجليزي هو اسمه ابسوم صارت ليش لان اكو منطقة بالبريطانية اسمها ابسوم يشتق منعتها هذا يعني يوخذ منعتها الماغنيسيوم صالفيت هي بحيرة الماغنيسيوم صالفيت يسمونها ملح انجليزي والاستخدامات طبية بضمنها انه هو الى قابلية مسهل لان الريتنت لان الريتنت يسويس هاد شبيه ذنف طعمه بتر حتى لا تنسى طعمه بتر اذا تذكرون الخباز منحطه بحلقة راد يضوكه رأسا تكرمون بصق بقوة لانتان طعمه جدا مر حتى لا تنسى فالان الامونيوم طعمه مر وشوية بيملوحه بس البوتاسيوم ايودايد والماغنيسيوم صالفيت اللي هو صالفيت العفو اللي هو ملح انجليزي شبيه هذا بتر ما بيطعم ملح جنرالي كل ما يقل الموليكولر ويت كل ما يصير صالتي كل ما يزيد الموليكولر ويت كل ما يصير مر كل ما يقل الموليكولر ويت كل ما يقل الموليكولر ويت شيصير يصير الطعم صالتي مالح على المو لا تنسى ال-NACL هو أبسط واحد و أملح واحد مالح الموليكولر ويت مال تقليل إذاك هو صالتي ال-high molecular weight هو شبيه هو بتر نجي على ال-with organic compound كل ما يزيد النمبر كل ما جملة هنا جاية بالمنهج لكن نوديها على السويتنر ورح نجي نناقشها هناك بالسويتنر من نناقش السويتنرات جاية هنا هي بالمنهج ما أدري بعد شن الهدف من وجودها بس أنا ارتقيت أنا بقيها حتى لا تشعر أنه أكون نقص بالمنهج من تجي تتابع المنزمة مالتك وي هذا الهدني السلايب فكل ما يزيد عدد الهايدروكسيل كل ما حلاوته تزيد ولا وإحنا ما قاعد نحجة عن حلاوته نجي نجي نسع علي من الفلاورينج فارمسيوتيكالز الفلاور معناها نكهة نكهة يعني تشمل الطعم وتشمل الرائحة الفلاور هي جي يعني الفلاور مو مثلا الأودر هي رائحة التاست هو طعم بس الفلاور هو كلهن سوية ليهو النكهة فش نقول نقول خلي ببالنا احنا النكهة عادة تجينا منين تجينا من شيئين رئيسيات خنقول من حاستين رئيسيات وثلاث حواس فرعيات الحاستين الرئيسيات هي طعم ورائحة تاست واسمع الفرعيات اللي هنة تلس انفلونسينج أو تكستر شكل التكستر العفو يعني تكستر ما لا هو يعني يعني يقول بين تكستر شو نصر نستطيع الترجمة ما ما تك بعد تيمبريتشار اكو بحرارة برودة ينطي والسايت اللي هو الشكل فالآن اثنين اساسيات وثلاثة فرعيات الاثنين الاساسيات التست وسميل والثلاثة تكستر تكستر تيمبريتشار وسايت نجي انفليفر فورميليشن افارمسيوتيكال برودكت فارمسيس مستكف كونسيدريشن تكلر اودر تكستر ان تيست افارمسيوتيكال فاي مسألة انشائية وما يختلف عليها اثنين نجي هسا على موضوع ذكرناه بالمحاضرة السابقة وهم هنا مكرر يقل لك the color of pharmaceutical product must have psychogenic balance with taste يعني اللون لازم يكون اكو عنده psychogenic balance with taste لون وطعم وحتى الودر ماشي enhance that taste يعني انا اريد منك شراب اذا تريد تحط له طعم نعناع لازم تسويه اخضر ولازم الريحة ما لتهم تطلع نعناع واذا انت تريد تسويه احمر فلازم تضيف لطعم كرز ويطلع منه ريحة كرز وخلي ببالك انه ذني انت تجيبهن يعني اللون انت تضيفه والطعم انت تضيفه والريحة انت تضيفه بس تكون compatible اللي احنا سميناها psychogenic طيب it's appear strange or wrong او there is something wrong اللي هو in congress هاذي الكلمة تحفظها in congress هاذي اللي هو يعني من الغريب انه يكون الكلور of liquid pharmaceutical اللي رأيت ان يكون اللونه احمر وبعد ويطيني طعم بنانة يطيني طعم موس وبعد او ممكن يكون بي منت طعم نعناع ريحة نعناع هاذا من الغريب in congress يعني appear strange or wrong نجي يقول لك odor greatly effective flavor الريحة جدا مهمة بالنكهة وبدليل انه المنشول او الشخص اللي مصاب بالزكام شبي من يفقد حاسة الشم يشعر كل شي بلا طعم هاذا هو فاحنا نخلي ببال نهي مسألة تقول لي وان فيدني بالتحضير اقول لك هواي استخدامات الها بس هسا لما جاء لذكره فنقول odor greatly affect the flavor of preparation or preparation اللي هو of preparation اللي هو pharmaceutical or food stuff if one sense of smell is impaired اذا واحد فقط حاسة الشم حاسة الشم as during head cold the usual flavor sensation of food is similar to dimens وحشرح تلكم يا شو اللي معنا طيب flavoring pharmaceuticals added to liquid to mask taste to mask taste حتى الطعم نغطي مثلا chobal tablets such as anti-acid and vitamin product usually are sweetened and flavored to improve acceptance احنا مو قاعد نحكي على design فالدزاين انا مادام عندي اسوي chobal tablet مادام اسخدم vitamins chobal gel او استخدم anti-acid chobal tablet لازم اسوي لها sweetener و flavor نجي organic compounds increase number of hydroxyl group increase sweetness of compound هذا شرح نحن قبل شوية وذي كان انا قلتلكم انه هسه ما كان صحيح نجي سك روز نخذ مثال عليه سك روز B8 OH هو أحلى sweeter than glycerine AB3 OH هذا المثال مهم جدا مهم السك روز AB8 OH شبي أحلى من الغلي 3 OH in general organic ester الكهول aldehyde عادة طعمها طيب و taste ما لا تطعمها طيب وكل ما يكون volatile substance كذلك effect flavor وها عرفنا فالآن اللي نستخلص انه إذا أريدت أسوي chouble tablet ش أسوي لازم أسوي flavor و sweet لا أخذ من أذر لأخبار أنه كل ما يزيد عدد القوش كل ما يصير أحلى ويصير أحلى وأحلى نجي كل ما يزيد nitrogen يطيني طعم مر كل ما يطيني nitrogen كل ما يصير مر مثل كوينين بعض النايتروجين بعض أغلب أغلب من أغلب النايتروجين كونتيني كومباون مثل الكونين يصير طعم طيب بس أكو نايتروجينات طعمها حلو نعم مثل الأسبار تام الأسبار تام يحتوي على نايتروجين بس طعمها حلو متغلب علي الحلاء متغلب علي أي تغيير بس راح يصير راح يصير عندي تغيير بالطعم أنتو مثل ما تعرفون أنه اللسان هذا التانج بي تيست باتس وبي دستريبيوشن للتاست باتس يعني على الجوانب تطعم شكل بالمقدمة اللسان طعم شكل بالوسط طعم شكل فذني تاست باتس التاست باتس بيها ريسبترات ريسبترات إلما لل كيميكال ستركتر فكل ما يكون كيميكال ستركتر مشابه للي هي تتحسس راح تتحسس حلو إذا ما مشابه راح تتحسس أو متتحسس أو تتحسس مر أو أقل حلاء فالقضية كلها قضية عبارة عن شنو عبارة عن تفاعل كيميائي أو ارتباب كيميائي ما بين المركب الكيميائي اللي هو يمثل حلاء أو طعم مر أو طعم سوس أو سبايس أو أشذك كل هن ذني مؤثرات حتى ينطين الطعم اللي أنا أريد مثلا يعني شنو يعني الترتيب الفراغي ترتيب الفراغي يعني شنو يعني نفس بس اتجاهات مختلفة يعني شنو يعني مثلا مو عدنا دي غلوكوز و عدنا أل غلوكوز تعرفون شنو دي يعني 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 هو نفس بالضبط بس بالفراغي اختلف هس تقول لي ما افتهمت أقول لك طلع عديك اقبالك اثنين هن خليهن اقبالك سويهن كأنما هيش قبضة كأنما انت تريد تلزم فجش باوع الهن تلقى تلقى الاصابع اليد اليمنى تلقاها ابهام ثم سبابها وبقية الاصابع اليد اليسرى نفس بالضبط بس شبيها المرار اميج عبارة عن صورة المرآة مات خلي مرآة يا بنات صورة المرآة ذني بالكونفيقريشن اختلفا هنه هنا فش تشوف الاربطالي يأثر مثلا دي جلوكوز سويت حلو الالي جلوكوز مالح عجيب نعم الجواب نعم انه هذا السكارين اللي قلنا عليه قبل شوية انه هو واحد من المحليات السكارين عادة حلو لكن ان مثل سكارين is tasteless عجيب نعم ان مثل سكارين بلا طعم والسكارين يصير حلو نجي selection of appropriate flavor depending on several factors اول واحد هو taste of drug وثاني واحد هو age of patient شلون نختار الطعم ونننظيف اعتمادا على فاكترين اللي هو طعم الدول الاصلي نفسه وعمر المريض المستهدف فنجي certain flavoring material are more effective than other on masking bitter salty sore حامض or other undesirable taste of medicinal agent يعني شنو يعني المر ما تعالج بالحلام المالح لازم الى علاج خاص الحامض العلاج خاص يعني لازم اتيك شنو طعم الدول اريد اخفي يلا اختار لي الطعم اللي اريد مثلا الكاكاو flavored vehicles are considered effective for masking taste of bitter drug يعني اذا الدول مال تمر ما اجيب لي sweet حلا اجيب لكاكاو يغط عليه مثال ثاني fruits or citrus flavor يعني الفواكه والحمضيات are frequently used to combat combat يعني يقاتل ما شايفين هذا اللعب immortal combat combat يقاتل او يحد من sore او acidic testing الحموضة اذا انا عندي لدرق ما اتحام وضأ ما اجيب لحلا اجيب لطعم فواكه او حمضيات مثلا cinnamon لاني هذا كلش مهم هذا السلايد مهم يعني انا تراهن وياكم رهن ان يجي من عنده اسئلة cinnamon اللي هو الدارسين او القرفة الدارسين تعرفون دارسين كلش طيب ترى ومفيد روزبري الاسبري and other flavors have been successfully used to make preparation of salty drugs more palatable فالآن اذا عندي احنش قلنا الفاكتر الاول هو شنو taste of drug على اعتماد على طعم الدوة نفسه فاذا كان طعم الدوة مر اجيب لكاكو حامض اجيب لحمضيات او فواكه واذا كان صالتي مالح فالأفضل هو الدارسين الورانج والروزبري نجي هسا الage of patient هو هم عامل مهم باختيار الطعم ليش العادة كبار السن ما يحبون الطعم الحلو ما يحبون بينما الاطفال ما يحبون الطعم اللي بيقوة شوية بيشد يريد طعم خبيب الاطفال يحبون الطعم الحلو كأنما شوكليت مثل الكاندي كأنما مثل الكاندي حلويات وشوية بفواكه متعليم بينما الادلت بريفير لسه سويت لازم يكون حلامال تأقل تارت شوية تارت يعني طعم شديد قوي قوي مرورة ملوحة يعني يحب الطعم القوي هذا كلمة تارت يعني طعم قوي يريد طعم قوي قد يكون مالح قد يكون شوية حامض قد يكون شوية مر يعني نسأ نحكي لكم مثلا نسأ أنا من عبر الاربعين قمت بعد الحلويات يعني ما كل اللي شا فضلها أبل الشاي نهائيا بدون شكر نهائيا هذا أحكي لكم وانب على اعتاب الشيخوخة نهائيا ما بي شكر شربة بلا شكر أحبه مولي أنه قضايا صحية وما صحية الشاي عندي أطيب بلا شكر مما لو كان بي شكر طيب نجي هسا على شنو على الفليفارات هذه الفليفارات ممكن تكون أويل أو ووتر سوليبل يعني هذا ممكن تكون خلي خلي أنا أقسم لك يها بها الطريقة اللي هي الفليفر تقسم إلى اسمي ممكن تكون وممكن تكون باوضة والليكود ممكن يكون أويل سوليبل هو من يكون أويل سوليبل يعني هو أو يكون ووتر سوليبل يعني هو ذائب بالماء تمام قسمناه صح ماشي أغلب يكون بالكاريير مالتهم ديليوت ما يجي نهائيا لأنه لا يطاف طعمه كلش قوي فلذلك يخففوه كاريير شنو الكاريير إذا هو أويل سوليبل كاريير سوليبل سوليبل سوليبين سوري أويل إذا كان المعد نحن قلنا أويل فبما نخففه أخففه بالأويل المشابه إلى شنو الكاريير سلي عادة نستخدمه سوليبين زيت السوية وأذر إدبل أو إدبل يعني مأكول مأكول يعني أي سوائل مأكولة أخرى زيت الزيتون زيت اللوز زيت الثوم أي مأكول أي زيوت أخرى مأكولة أنا ممكن أستخدمها أو الصيبين طيب الواتر سوليبل فليبر هذا وواتر سوخنا نضيف لك الجملة نقول الأويل سوليبل فليبر are diluted in كاريير which is أويل سوليبل كاريير حتى نكمل ونقول الواتر سوليبل الواتر سوليبل الواتر سوليبل الليكويد شبيها are diluted in كاريير وهذه الكاريير شنية إيثانون ثلاثة بروبيلين غلايكول أربعة غليسيرين وخمسة امالسفاير يعني حتى أسويها على شكل امالشن وأخبطها صارت وابحة خلي أشرحك هذا السلايد أفصل لك إخواني أعزائي أبنائي زملائي أصدقائي شي تريد تسميهم سميهم أموت عليكم سمعوني الفليفرات ممكن تكون dry ممكن تكون liquid والliquid ممكن يكون oil soluble ممكن يكون water soluble بس ما يجي براسة ما يجي قوي concentrated لازم يكون diluted diluted with carrier فإذا كان oil فإحنا عادة نخففها أما بصيبين أو other edible oils يعني other edible يعني ممكن يجيب لك بالامتحان يقول لك with olive oil قلنا نعم صح لأنه مأكول وهو مأكول فإنت لا تلزق بالأدبل وتظل لازق بيها لا يعني أي زيوت مأكولة يفيد يعني نقدر نستخدم ك carrier نجي على الووتر سوليبل الووتر سوليبل flavor نخبطها بيما بالووتر سوليبل كارييرز مثليش مثل ذلي اللي عددناه أمام كوب الخمس نشوفش كتباقي هنا بعد أي حد هذا اللي ناوينا يلا dry carriers include malt dikstreen corn syrup solid احنا مو قلنه بالسلايد السابق على أنه ممكن يكون هو dry ممكن يكون dry ممكن يكون liquid تمام حددنا اللي كوشنو الكاريير مالته والدراي carrier ممكن يكون malt maltodextrin واحد maltodextrin corn syrup solid ثنيا modify the starch gamm arabica gamm arabica shriis gamm arabica salt أملاح معينة sugars and whey protein whey protein شايفين الحليب من يساوونه جبن يبدي بعدين يمصل يطمي هذا المصل المصل من الجبن يطلع المصل هو هذا whey protein يعني المصل المصل للحليب نجي دني كلهن شنو دني كلهن carriers لل dry flavor الفليور دائما stable لا أبدا مستيبل وإنما degrade as a result of exposure to يتأثر بالlight بالtemperature ب اكسجين الاكسجين لو الاتموسفيرك لو الhead space يعني حتى لو كان عندي علبة وبيها باقي هالقد وبيه اكسجين او تو هم يتأثر بي بالووتر بالانزام بالكنتاميننت اثر بروتك كومبونت فلذلك so they must be carefully selected and checked for stability دائما العطور والطعوم دائما تتأثر بسهولة وطعمها يتغير انت جايبها اليوم حلوة ما رح تبقى حلوة طول العمور هذا ياخذنا انه القضية انه يا شباب دائما اعزائي يو هذا غالب علي انه عاس تعبتوني نصر خامس تعبتوني بس آني شال بهالطلاب هاي يا بصدقوا كونوا على ثقة اذا ما تدعو لي ازعل عليكم خاصة هاي ليالي قدر جايت اذا ما تدعو لي ازعل عليكم لانه انا لا ادرس خامس ولا اعدي مادة وزارية خامس انا مادتي رابع صح انا ادرس سابقا كنت ادرس بس حاليا ما مسؤول عنها بس الخاطر كوم اجيت ولحيت وقلت دكتور وكذا وكذا وقلت ما خالف وانا اقول للكم الكفاية وكل الكفاية باساتذتكم البجامعات ممتازين جدا بس هذا فتش اضافي بس انا اريد منكم ثمن هذا التعب اريد الدعاء تذكرون بالدعاء الدعاء الي والحيال والوالدين والاخوان جميع المؤمنين ادعو للجميع احنا بعرض المهم شو نقول نقول هذا الفليفار انستيبل يعني يتأثر باللايت بالتيمبريتشار بالاكسجين بالواتر انزايم كونتامنة اذر بروتك لذلك احنا نرات شنسوي لازم نسوي الكيرفول تشكينج فورستابلتي وكيرفول سيلكش نجي هذا الفليفار ايجنت منين السورس مالت فنقول سورس اوف ايجنت ميبي يأما اولا يأما درايف فروم نتشرا سورس يعني جاي من من مصادر طبيعية فروت مثلا 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 او مصنعة يعني مصنعة يعني يعني ذكرناها هذي الارتفيش فليفر اي سبستانس يوز تو كيف فليفر خوم انتهين منه يعني ما مشتقة من مصادر طبيعية يعني لا مشتقة من التوابل ولا فروت ولا فروت جوس ولا 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 جوس ولا هيربل ولا جذوع ولا بد ولا روت ولا لي اكس ولا ديري يعني مشتقات البان المهم هذا هو تيفصلك منه هي الارتفيش اللي هي مصنعة واللي هي ما مشتقة من اي مصادر طبيعية طط الطعام بس ما مشتقة من مصادر طبيعية اللي يبعدد هل اعتمادا على الطعم المطلوب اختار تمام اختار على ذوبانيته يعني اذا كان هو oil soluble والcomponent هو water soluble اكيد بين الفليبر اللي جايب لأن هو chemical substance ويا من ويا البقية المكونات او بقية المواد الموجودة بال formula هذا كل انشاء ان ويش اتس موس او موس هاي النقطة اللي اريد هاني ياب اضافة هاي المواد تي اعتمد يعني اضافة هاي المواد تضاف علي من على الفيز اللي هو يذوب ويا او يمتسج ويا لنفرض انه انا عندي شراب والشراب شنو اريد اتسوي على شكل امالشن يعني شنو يعني اكو اويل فيز واكو ووتر فيز اعمل اتسوي امالشن انا عندي الطعم مالتي هو اويل وانا ذوبة ذوبة بالاويل فيز بلا شك لنفرض انه انا هو عندي ووتر سوليبل فوانا ذوبة ذوبة بالووتر فيز هذا اللي القصد من عنده that is water soluble flavor are added to the aqueous component of formulation and oil soluble flavoring are added to non aqueous component percent addition percentage of addition جيد نسب الاضافة general artificial flavor عادة يستخدم بتركيز من 0.1 الى 0.2 percent يحفظ هذا التركيز يحفظ بينما natural من 1 الى 2 بالمئة الارتفيش من 0.1 الى 0.2 هنا يثار عندك تساعد ليش من الاقوى بين ات يا هو الاقوى الارتفيش flavor لو النتشر flavor هذا كوز صغير اكتب ليه بالتعليقات من الاقوى من الاقوى بين ات اللي ينطي اللي ينطي بتركيز قليل ويطي فعالية مشابهة للي بتركيز عالي هو يطلع اقوى فكتبوا لي بالتعليقات خليشوف منه الاقوى الهنا ال sweeting pharmaceuticals بل كتلحق ان شاء الله اكملها اليوم او على بكرة اذا الله خلانا طيبين تحياتي لكم ولا تنسونا من خالص تعائكم وفي امان الله وحبه